السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين اليوم فيديو جبتلكو نوعين من الاجهزة اللي هو ال 11E برو احنا قبل هيك عملنا فيديو على ال 11E اليوم جبتلكو ال 11E برو مع ال M5S هذا البوكو جهاز الجديد هنكون ان شاء الله ناخد هيك شغلات سريعة عن الاجهزين واكتبو له في التعليقات ايش عايزين عشان اعملكم مراجعة كاملة لأي جهاز بدكم اياه كونوا معنا الان لا تنسى الضغط بزر الاعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد وما تنساش من صالح دعاكم وخلينا نبدأ الى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة الى مواكبة ايهاب تيفي تقربك اكثر فكن على قرب منا وارجعنا لكم من جديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الان عنا فيها نوان توتري 3 اجهزة طبعا نجيب الجهازين لان عشان اقولكم بس ايش نوع النسخ اللي موجودة معنا ايه هذا النسخة مية وتمانية وعشرين على تمانية وتين وستة وخمسين على تمانية مش هيفرق احنا نفتح اي واحد فيهم خلي هذا على شقة وهذا ايضا على الناحية وهذا الجهاز اللي هو الجديد من شاومي نوت 11 اي برو طبعا نوت 11 اس وعندك نوت 11 برو برو بلس وفايف جي وهكذا هذا فايف جي جهاز طبعا هذا الكارتون المكتوب هينو من الجانب سبعة وستين وط تيربو شارج آآ براند يوريدمي ومن الجانب هنا مكتوب ريدمي وت 11 اي برو وهناك هنا اللي هو مية وتمانية وعشرين على تمانية الجهاز بيجي معاه في المكان هذا اللي هو البيت سيليكون وعندنا هنا الدبوس شاحن السبعة وستين زي ما انتم شايفين احلى شاحن وعندنا هنا التايب سي وصل في التايب سي اوبا هاي الجهاز شايفين شكله هذا هو شكل الجهاز هذا هي فاضي شاحن خلينا نشحنه مية وتمانية ميجابيكسل للكاميرا الاساسية خلي الجهاز يشحن وخلينا نكمل هنا هيعننا البوكو ام خمس اس ام فايب اس الجهاز بيجي معا شاحن تلاتة وتلاتين بيته وعندنا الوصلة اللي هو التايب سي والكاتلوجات المحدشة بيقراهم والبيت السيليكون والدبوس تمام مواصفات وهي كاتبينها هنا عندك اربعة وستين ميجابيكسل للكاميرا الاساسية الترا وايد موجود وماكرو موجود واربعة وستة وستة فاصل ثلاثة واربعين الشاشة فو الاتش دي بلس ام وليد دوت ديس بلي وعندنا الميديا تيك جيلي هليو جي خمسة وتسعين معالج خمس تلف ميلا امبير البطارية وشكل الجهاز وهذا هو شكل الهاتف هذا يقولولي طيب بيشبه هاتف من براندر ادمي اشو هذا بيشبه جهاز من براندر ادمي اشو وهذا هو الهاتف شايفين كيف الجهاز بيجي بواجهة التلاتاش نشوف الاندرويد الان اللي عليه ملاحظين هنا جهاز ال 11 اي برو جاي على تحديث 13 وجاي على الاندرويد وهو الاندرويد 11 ولكن هنا البوكو الصحيح ولكن هنا البوكو جاي على تحديث ام اي اي تلاتاش زي ما انت شايف مع الاندرويد 12 اذا هذا اندرويد 11 هنا اندرويد 12 اللي هو الجهازين اللي امامكم 11 اي برو والبوكو ام ام 5 اس لاحظ هنا التحديث اللي عليه 13.0.14 وهيجي له تحديث الان وهي اجاله الاندرويد 12 مع 13.0.2 بالنسبة لمواصفات الجهاز لو رجعنا رجع ويجينا على جميع المواصفات 8 زائد 3 توسيع الذاكرة اتنين فاصل اتنين اقصى نواة موجودة عندنا والمعالج اللي معنا ستمية وخمس وتسعين فايف جي وال11 اي بيجي ستين ومية وعشرين هرتز رده للشاشة وهنا جهاز البوكو بيجي بس فقط ستين واذا بتعرفوا جهاز الريدمي نوت 10 اس هذا نفس مواصفات الريدمي نوت 10 اس علشان بس يكون عندك علم بالنسبة للبوكو ام 5 اس فور جي طبعا هو انتظرونا في المراجعة الكاملة عشان نكتب لكل بدكو اياه وان شاء الله نلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام